بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في قناة تفسير احلام والرجعات الشرعية النهاردة هنتكلم مع بعض عن رؤية دخول بيت شخص انا عرفاه في الوقع رؤية دخول شخص انا عرفاه في الحقيقة من الروح اللي بتدلها على خير وكمان على منفع هنحصل عليها او هتجلنا من وراء الشخص ده كمان دخول بيت شخص انا عرفاه في المنام احيانا بتدلها على مناسبة سعيدة هتحصل في البيت ده كمان دخول بيت الجران من الروح اللي بتدلها على سر ممكن يعرفه الشخص او احيانا بتدلها على انتهاج حرمة او افشاء اسرار كمان دخول بيت شخص انا عرفاه في المنام احيانا بتدلها على رزق وفير هيحصل عليه صاحب البيت كمان دخول لما يشوف الشخص انه داخل البيت ده بدون استئزام فهيانا بتدلها على سوق الخلق للرأي خصوصا لما يلاقي ان البيت ده مظلم او البيت ده غير نظيف الفتاة العزبية لما تشوف انها داخلت بيت الشخص هي عرفاه وكان البيت ده جديد فبشارها بسعادة وفرحة احيانا بتدل على خطبتها او ارتبطها من شخص من داخل البيت ده او من العائلة دي كمان دخول بيت الشخص المفروض ان احنا عارفينه ولكن نخش نلاقي ان البيت ده مجهول فمن الرأي اللي بتدل على خير ورزق خصوصا لما تشوفه انه واسع وكمان نظيف دخول البيت المجهول للرأي لو كان مريض من الرموز اللي شوية بتكون غير مستحبة كمان دخول البيت مع شخص احنا عارفينه ولا ان البيت ده واسع فبشارها بسعى في الرزق وكمان لو امرأة متزوجة وشافت ان هي دخلت بيت شخص هي عرفاه احيان بدل على حدوث حمل لها اما لما تشوف انها دخلت معايا البيت ولقيته غير مترتب او بيت ظلمة او بيت مش نظيف فللأسف بضل على مشاكل او ازمات هي ممكن تمر بها